طيب أخبار تدريبات الفريق الأول النهاردة الثلاث بقرة سفر الفريق إن شاء الله عصر الأربعة السفر بقرة الساعة ثلاثة من مطار القاهرة عشان البعث ستصل إن شاء الله إلى الجزائر الساعة تسعة مساءً بتوقيت القاهرة قدامكم على الشاشة تدريب جماعي للفريق الأول صباح اليوم يمكن شايفين قدامنا هو في الصورة يعني محمد عبد المنعم مروان عطية طاهر محمد طاهر محمد هاني أكرم توفيق كريم ندفت حسين الشحات محمود قهربة أفشا رمي ربيع أنتوني مودست عمر السلية يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الأهل موفق في هذا اللقاء على فكرة رغم أن الأهل استكمل قايمة الأربعين في فترة القيدة الثانية قدامنا هو كمان إمام عشور يعني الجهاز الطبي والجهاز الفني فكرة الدفع بإمام عشور الفترة الجاية مش هتبقى يعني إيه إلا بحساب يعني أكيد هو مركب واقي طبي على الرأس بعد الإصابة اللي تعرض لها في كاس القوم الإفريقية في أحدى التدريبات والناس كلها عرفت بقى طبيعة الإصابة والمشكلة اللي تعرض لها إمام من هذه الإصابة للإصابة مستهارة ومستهلة قدامكم كمان هو أحمد عبدالقادر ده أول مران ليه في التدريبات الجماعية على فكرة أول مران جماعي لأحمد عبدالقادر من وقت صفر الأهلي الكاس العالم الأندية عمر كمال عبدالواحد رضا سليم شكله كده إيه أفش عليه فرضا سليم بيحاول يصالحه بكلمتين يعني وهم طالعين كده في جزء من المران طيب ده جانب من تدريب حراس المرمى الكابتن مصطفى شوبيري كابتن محمود الزنفالي حمزة علاء وكلنا عارفين كمان إن حزن جمال موجود تحت النهاردة في مواليد 2005 في المطش الرسمي اللي كان مع نادي الزمالي وكمان موجود مصطفى مخلوف مواليد 2003 مع ثلاثي حراس المرمى أربع حراس نتمنى لهم التوفيق يا رب بخلال الفترة اللي جاية ولكن مؤكد بإذن الله في سفر الأهل إلى الجزيرة هيكون فيه تلات حراس مرمى بنتكلم على مصطفى شوبير حمزة علاء ومصطفى مخلوف بنسبة كبيرة في خط الدفاع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم رامي ربيعة متولي لسه مصاب فمش هيكون موجود مع الفريق علم علولوة كريم الدبيس محمد هاني وأكرم توفيق مراوان عطية إمام عشور عمر السلية أفشا حسين الشحات كريم فؤاد طاهر ريدا سليم قهرباء مبس بنتكلم يعني الحد الأدنى للقايمة اللي هيستعين بها كولر حوالي 20 لعب ممكن يزيف بكرة في رحلة الصفر 2 أو 3 أسماء من اللاعبين ممكن من لعب قطاع الناشئين اللي تأيدوا في القايمة الإفريقية ده هننتظر بكرة ونشوفه لكن كان مهم جدا أديكم برضو إيه شكل كده على فكرة قايمة الأهل الإفريقية اللي ممكن يستعين بها مرسل كولر في مواجهة شباب بلوزداد في غيابات في عناصر مؤسرة ده هتكلم عليه ولكن